أرسل أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من المعدات اللي نحملها على حزام الخدمة و اليوم معنى عدة طبعاً ما كنت أعرضها أنا من قبل لكن بالسبب أنه كنت قد أرسلتها للشركة على أساس أنهم يعملوا التصلحات عليها لأنه كانت في قطعة من القطعة هذه موجودة و تدخلها مكانة مكسورة فالشركة هذه ممتازة جداً كل بضاعتهم عليها ضمان مدى الحياة لا تحتاج إلى وصل من وين اشتريته أو كذا ما دام أنه مصنوع من هذه الشركة هما يضمنوها طول الحياة ضد أي مشاكل تتعرض القطعة لها طبعاً ما هي القطعة اللي نحكي عنها؟ جربر معروفة بالمعدات اللي بسموها الملتي تول وهذه من الأشياء المهمة جداً أن نحملها كرجال الشرطة وأمن أو حتى المواطن العادي ممكن أن نحملها لماذا؟ لأنه فيها أشياء ممكن تستخدمها في أي وقت هل ترون هذه القطعة؟ طبعاً فقط هي هذه أو هناك أشياء ثانية؟ أكيد هناك أشياء ثانية طبعاً نحن نسكرها ونرى ماذا موجود فيها في الدخل طبعاً لدينا أول شيء لدينا هذه السكينة مع سريد أو فيها زي المنشار كذلك لدينا مفك كما ترون تضيع تركيز الكاميرا طبعاً هذه المفك بعد المفك يأتي لدينا منشار صغير طبعاً طبعاً وكذلك في هذه الجهة خلص انتهى ما فيه شيء ثاني لكن عندما نذهب على الجهة الأخرى دعونا نسكر قليلاً نأتي مثلاً على هذه القطعة بيكون فيها مقص مقص لدينا مقص المفك الثاني الموجود فيه هو مفك آخر طبعاً الوحي الأول أنه النوع الزائد والثاني أنه النوع الزائد والثاني والشيء الثاني هو مفك آخر هل ترون والشياء اللي وراء ايضا ايضا بيكون في مفك مع فتاحة علب واخيرا بيجي فيه اللي بسموه المبرد طبعا ممكن بيكون فيه على الجهتين لاستخدام حسب الاستخدام من هالجهة ومن هالجهة طبعا نفتحها طبعا كلها مع بعض بهذا الشكل طبعا كثير تعمل يعني بنصح كثير ان الواحد يكون معه منها لانه بتفيدك في اي وقت طبعا مشان تسكر الشفرات طبعا بتنزل هاي القطعة للأسفل وبتنزل الشفرة طبعا دير بالك تجهت لنا حادة جدا طبعا اي شيء بدك طبعا لما تفتح اي قطعة من هذه المعدات طبعا ترجعها للخلف طبعا ما رح ترجع الامام وانت تستخدم فيها الا اذا ترد تنزل المحرر للأسفل وهذا يكون انتهام اللي كان مكسور فيها طبعا انكسرت هالك قطعة وانت تستخدمها على شيء بحاول اشد على برغي او مش عارف شو كان قبل مدة طويلة فاللي صار انه صار انه انكسرت قبل سنوات فبعتها في شهر نوفمبر اللي فات يعني قبل اربع شهور طبعا المبارح هذه القطعة طبعا مرة ثانية بنصح كل واحد يكون عنده منها خصوصا رجال الشرطة والامن بنصح الكل يكون عنده قطعة جيربر او اللي بسموها المالتي تول مالتي تول او المعدات الكثيرة ممكن طبعا وضعها على الحزام اذا بدك تشتريها جديدة اظنني بتكلف مية وعشرين دولار او يعني في هذا الحدود القطعة مش رخيصة ولكن تستحق كل درهم او كل تصرفوا عليها فمتشوفكم مع فيديو اخر ومرة اخرى خلي معك قطعة مثل هذه تستفيد منها كثير والسلام عليكم